أخ يسأل يقول صمنا أمس التاسع من عاشراء وهم اليوم صائم أيضاً أيهما أفضل أحسنتم وأحسن الله إليكم وأستطيع أن تقبل منكم لا شك أن صيام عاشراء أفضل صيام عاشراء يكفر الله تعالى فيه ذنوب سنة ويكتب فيه أجر صيام سنة أما تاسعاء فهو اليوم الذي تختص به أمتنا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن عاشراء يصومه اليهود طبعاً بعض الناس ممن لا يفهمون لا يفهمون النصوص يطعنون بحديث عاشراء وهو حديث صحيح راوه مسلم ليس فيه أي طعن حديث فضيلة صيام عاشراء بعض الذين يشوشون على الناس دينهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه لما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه فقال لماذا يصومون العاشراء قال هذا يوم نجى الله به موسى من فرعون فقال نحن أولى بموسى منهم لإن عشت إلى العام المقبل سأصوم التاسع والعاشر ثم مات كيف يصل المدينة ثم يموت في العام المقبل هذا فهم خاطئ للحديث من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه لا يوجد هذا في الحديث الحديث أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجد اليهود يصومونه ليس في السنة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في السابعة ولا في التاسعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشرة أصلاً كان فرضاً قبل صيام رمضان ثم نسخت فرضيته وصار سنة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يصومه سنوات إلى أن كان آخر سنة وجد اليهود يصومونه وما كان يعلم أن اليهود يصومونه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شرائع اليهود لكم دينكم واليدين ما شأننا وشأن صيامهم لكن عن طريق الصدفة علم بأن اليهود يصومونه فقال لماذا يصومونه يعني نحن نصومه تمام عندنا تشريع هم لماذا يصومونه قالوا اليوم الذي نجى الله به موسى من فرعون فقال نحن أولى بموسى منهم وحتى لا نوافقهم ونكون نصوم كلانا بنفس المناسبة العام المقبل سأصوم التاسع والعشر وفي رواية يوم قبله ويوم بعده يعني الحادي عشر طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم توفيه قبل أن يأتي العام القادم شاهدنا أيهما أفضل لا شك أن عاشراء أفضل الأفضل أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده معه يعني تاسع عشر حادي عشر أمس واليوم وغدا فمن لم يستطع يصوم يوما معه إما قبله وإما بعده ومن لم يستطع يصوم عاشراء فقط يصوم عاشراء فقط تمام يصوم عاشراء فقط يوم قبله ويوما بعده طيب بالنسبة للصيام عاشراء تغفر فيه ذنوب السنة التي قبله ويوم عرفة السنة التي قبله وسنة التي بعده لا شك أن يوم عرفة أفضل يعني سيد الأيام لكن عاشراء تغفر به ذنوب سنة وهو من أيام الله العظيمة